فأنت رايح في مساحات تتلاقى مع المواطن والمواطن مقدر ده لما أكيد شفنا استقبال المواطنين لفخامة الرئيس وترحبهم به وكما تفضلوا قال جبرهم لخطره ده عمل نوع من أنواع عوامل الارتياح المشهد ده كان مشهد مهم جدا أنه لازم ننقله بدقة للمواطن عشان يعرف أن هذه الدولة نتيجة مجهوداتها على الأرض مقدر ده ومسمن ده من المواطن المتلقي مباشرة لخدمات الدولة وأنه لا يستمع كثيرا لكل ما يتردد عن أن الدولة مش قادرة توصل للمواطن لا إحنا شفنا إنجازات بتتحقق على الأرض وشفنا على طول الطريق على الرغم من سلبيات كتير جدا مازالت موجودة وبندفع تمانها لأن ده ترقومات سنين كتير جدا من الإهمال وعدم الاهتمام بتطوير الدولة المصرية وتطوير البنية الأساسية في الدولة المصرية لكن الدولة في المناطق اللي قدرت توصل لها لغاية النهاردة قدرت تحقق إنجازات المواطن اللي عايش فيها حاسس بيها وده الرسالة المهمة طب يمكن وإحنا نفكر معاك بصورة عاية أنا كان في عندي حزمة من الإجراءات تفضل بها السادة الرئيسي يمكن في الربع الأول من هذا العام أجموعة قرارات متعلقة بالمعاشات متعلقة بعلوة الغلاء أو ارتفاع الأسعار أو غلاء المعيشة زي ما نستحب تسميها حاجات متعلقة بالحد الأدنى للأجور إلخ إلخ كنا نتعود دائما أنه مثل هذه القرارات تأتي فاعلة مثلا من آخر شهر ستة حتى تطبق مع بداية العام المالي الجديد فالرئيس استبق لمدة شهرين أو ثلاثة أنه هذه القرارات تكون فاعلة دي كانت حزمة سنة عشرين تلاتة وعشرين يمر تقريبا خمس شهور أو يزيد قليلا ويبقى فيه حزمة جديدة من القرارات أيضا متعلقة بحياة كريمة أيضا متعلقة بالمعاشيات أيضا متعلقة بالحد الأدنى للأجور متعلقة بغلاء المعيشة العلاوة الخاصة وهكذا وكمان مسألة بدل التكنولوجيا للصحفيين واللي كان بيعلق عليها حتى خالد البلشي نقيب الصحفيين الآن لو أنا افترضت أنه وإن كان هذا واقع مسألة بدل التكنولوجيا كان مطلب للصحفيين وتكلموا فيه في الحوار الوطني لكن بقية الحزمة محدش كان بيطالب بيها لأنه كان لسه في حزمة بقى لها خمس شهر مسألة التيسيرات اللي هتتعمل بها أنه ما تدفعش الفوايد والخدمات بتاعة الديون صغر المزارعين وما إلى ذلك يمكن لم يطالب بي أحد ولكن قرار اتخذه الرئيس بتشوف إزاي مسألة استباق الرئيس في بعض القرارات الرئيس يستبق وياخد قرارات حتى وإنما يتم المطالبة بها القراءة الدقيقة للواقع المصري وقدرة الأجهزة التي تصنع القرار على توفير كافة الإشكاليات وطرح الحلول المناسبة بتمكن منتخذ القرار أنه ياخد قرار من وسط مجموعة من البداية سيادة الرئيس النهاردة رغم كل الضغوط اللي على الدولة المصرية وفي أكتر من مجال يمكن سيادته أشار ليهم ارتفاع سعر الدولار زيادة أسعار المحاصيل الرئيسية على مستوى العالم ضعف حركة الإبداد والتموين ارتفاع أسعار المحروقات لكن سيادته قال أنه مقدر تحمل الشعب المصري لارتفاعات اللي حصلت ولكن هو فاجئ المواطن زي ما حضرتك قلت تاني بمجموعة من قرارات الضمان الاجتماعي بتهدف إلى توفير الأمن الاجتماعي للمجتمع هذه القرارات أو هذه الحزمة من قرارات الضمان الاجتماعي للمجتمع المصري لازم نشوف الفئات المستهدف بيها أنت بتستهدف أكتر من فئة الحقيقة بتستهدف فئة الموظفين بتستهدف فئة احتاجت كثيرا لمواجهة غلاء المعيشة بتستهدف فئة تكافل وكرامة بتستهدف فئة تعرضت كثيرا لإشكاليات مع الاقتطاع الضريب اللي بيتم بتستهدف فئة الصحفيين وبتستهدف فئة العمال الفلاحين عفوا فأنت لما بتتكلم عن الفئات دي كلها وتشوف الاتجاه لمعالجة قضاياهم بتقدة وبرؤية وطحة وفي حدود إمكانيات الدولة